السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد كلمة صغيرة تخص العقيدة في أجالة الله سبحانه وتعالى يقول ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي إلا وأعرف ذلك من نيته هل تعتقد ذلك؟ نعم سعتها حينما تكيد له أهل السماوات وأهل الأرض إلا جعل الله تبارك وتعالى له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلا وأعرف ذلك من نيته سعتها جعلت الأرض له هوية من تحت قدميه أو هاوية وقطعت أسباب السماء بين يديه أيها الإخوة الكرام أنت إذا دعوت الله تبارك وتعالى كنت أقوى الناس على الإطلاق لأنه إذا كان الله معك فمن عليك؟ من يجرؤ بالكون أن ينالك بسوء؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ سبحان الله العظيم كم من ابن تطاول على أبيه؟ وكم من زوجة أساءت معاملة زوجها؟ وكم من شريك خان شريكه؟ إذا كان الله معك فالكل في خدمتك وفي مقدمتهم حتى أعداءك وإذا تخلى الله عنك الكل يكيد لك وفي مقدمتهم أقرباءك لك أن تتخيل هذا حديث دقيق ورد في الأثر عن موسى عليه السلام أن الله تبارك وتعالى يقول له إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني يعني السماء مثلا لما بيبقى فيها غيوم نقول يوجد منخفة جوي وهذا علم أرصاد لا ننكره لكن في العقيدة أنت المفترض أن تقول كلاما آخر قل إن الله عز وجل تفضل علينا بمطر وده ملخص حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحيى به الأرض بعد موتها هذا كلام آخر هذا كلام طيب هذا كلام التوحيد أديت مثلا في أي مشروع أو في أي شيء أنجزته أنت فحصت ونجعت تقول أنا تعبت كثيرا ما نمت الليل ولكن الأصل أن تقول الله أكرمني وأعانني على النجاح هذه أكمل وأوضح فهذا هو التوحيد وهذا علم أختم هذه الكلمة بأنك حينما يقال لك من الله تبارك وتعالى كما قال لموسى إنك إن ذكرتني شكرتني قلوا قولي هذا وأستغفر الله ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته